عايز سألك هلاعب بعينه النهارده مروانة عطية رأيك في ايه؟ بص أنا أنا يعني مروانة عطية من اللعيبة المميزين ومن اللعيبة اللي عندها مستقبل مع النادي الاهلي لكن أنا ما بحبش أتصرع في الحكم على اللعيبة اللي جاية النادي الاهلي ودي يمكن حاجة يعني أنا دايما كده اللعيبة النادي الاهلي لازم أحكم عليه بعد فترة عشان يبقى عنده استمرارية سواء بيلعب أو ما بيلعبش خلي بالك يعني أنا برضو مش مع افطرد إن مروان جي وما كانش بتحط في التشكيل الناس بتسرع تقولك ده يا عم صفقة شقفة مش نجحة صفقة ده ما يلعبش لا ممكن يكون لسه عنده وقت وما تأقلمش خالد و مروان الاتنين اللعيبة كويسين الاتنين اللعيبة عندهم إمكانيات كويسة أنا شايف مروان النهارده مثلا في وسط الملعب لا بازل مجهود جامد عنده معدلات قطع كورة كويسة جدا يعني دستروير لعيب دستروير في وسط الملعب وبيسلم الكورة كويسة وبيسلم طبعا كويس بس أنا عندي حاجة برضو إن الاستمرارية مهمة جدا استمرارية مع لعيبة النادي الأهلي مهمة جدا لأن في لعيبة كتير يا كريم أو ما تيجي تدي باور جامد جدا تدي باور جامد قوي وبتاعه كان ماتش وبعدين يعتقد إن الدنيا كده بقت خلاص تمام فل بقى أنا خلاص أنا بقت إيه بقت في الحتة دي الجمهور ينسى لك كل ده تبص تلاقي الدنيا بدأ تتسحب من إيه من تحت رجله يعني فدي مهمة جدا الاستمرارية في لعيبة الأهلي أو لعيب الأهلي يجب أن يبقى عنده الاستمرارية على طول إن هو يحافظ على المستوى ويحافظ على الشكل أو البرفورمانس الأداء بتاعه اللي هو معاود الجمهور عليه وكدرته على التركيز بشكل مستمر لأن الأهلي النهاردة كاس عامل الاندية عايزة ياخد كاس عامل الاندية خلاص كاس عامل الاندية عايزة ياخد بطول الأفريق والدور والكاس هو عنده لازم لازم عنده رغبة وشغف إن هو يكسب كل البطولات